بسم الله الرحمن الرحيم وعروة الوثقة وأصحابه الميامين وسلم تسليما كثيرا فارس هذه الجلسة سعيد الدكتور منصور المرزوقي حضور الكريم القائمين على المنتدى اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على منتدى الثلاثاء الثقافي الذي انطلق قبل عقدين من الزمن تقريبا في الألثين برعاية المهندس جعفر الشايب وأنا في الواقع قابلت المهندس جعفر الشايب في 78 في بيتسبرغ لا أدري يتذكر أو لا وكنا قضينا ثلاثة أيام مع بعض 87-88 وليس 78 87-88 ومنذ هذا التاريخ ونحن نتلاقى بالروح وأنا أشكر طبعا على تكريمي اسمحوني طبعا طول ما مني أن أكتب هذه الورقة ومن أجل الوقت أنا أتحدث كباحث أكاديمي ومراقب في الساحة الثقافية لقد شهد منتدى الثلاثاء حراكا ثقافيا متقدما حاملا كل القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية والدينية والحقوقية وغيرها من قضايا الفرد والمجتمع في المملكة العربية السعودية هذه المكتسبات جعلت من شعار المنتدى الشفافية المكاشفة والنقد البناء وقبول الآخر والمشاركة وغيرها من قضايا المجتمع المدني خلال العقدين الماضيين استطاع المنتدى أن يحقق بعض الأهداف الرئيسة وأن يؤسس لنشاط ثقافي متميز يتسم بالانفتاح على الآخر والتواصل معه بل والديمومة اللامتناهية وهذا نشبهني المهندس جافر عندما حكمت الآلهة على شيسيس أنه يأخذ الحجر ويطلعها فوق الجبل ثم تتدحرج الحجر لأنها هي الجبل ثم يأخذها مرة ثانية وهكذا حتى ما ماته جافر يعني لله در على هذا الصبر للعلم للعلم لقد شارك في المنتدى العديد من المثقفين من دول الاتجاهات فكرية متعددة من داخل وخارج مناطق المملكة حيث ناقشوا القضايا ذات الاهتمام المشترك وقد تشرفت أيضا أنا بدعوة في أعتقد 2005 في هذا المكان المبارك في هذا المنبر الحر الذي لم يتغير كما هو ووجيهكم المبتسمة وهذا المكان المبارك أستاذ الحضور أن الساعة تستوجب للهمة العالية والسير وفق برنامج موجه بجميع الكفاءات والمسؤولين وأصحاب الرأي ممن نختلف معهم ونتوسم فيهم خيرا نشاركهم ونتعاطى معهم كلا حسب خبراته وواجباته وتخصصه آخذين بعين الاعتبار مبدأ المواطنة وأنا أحب بها ديموت المواطنة أخيرا أتمنى لكم النجاح والتوفيق ونسأل الله تعالى أن يبارك لكم أعمالكم وسعيكم إنه جود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى مما أطل ترجمة نانسي قنقر